دلوقتي معدنا مشاهدين مع جولة مراسلي أكسرا نيوز من مختلف المحافظات لاستعراض مجموعة من الفعاليات والفايدة المباشرة وغير المباشرة على أهالينا في المحافظات الموجودين فيها هنبدأ من جنوب مصر وتحديداً يعني أول محطتنا في جولة المراسلين هتكون من الأقصر والخميس اللي فات تابعنا تتشين الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس معديتين في النهر لنقل السياح والمواطنين ما بين البرين الغربي والشرقي في محافظة الأقصر واللي تم تتشينهم خلال تفقد الرئيس لهيئة قناة السويس تفاصيل الكاملة احنا هنعرفها مع رسالة زميلي محمد محروس ونرجع تاني لحضراتكم خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في هيئة قناة السويس دشاً عبارتين أو معديتين نهريتين ستنقل السياح والأهالي هنا في محافظة الأقصر بين ضفتي نهر النيل المعدية الوحيدة من المعديتين بتبلغ طولها حوالي ستة وعشرين متر وعرضها حوالي ثمانية أمطار وبتسع متين وخمسين راكب كل المعدية من المعديتين تم تزويدها باتنين محرك المحرك الواحد بتبلغ قدرته مئة حصان كما تم تزويد المعديتين بمولد كهربائي بقدرة تمانية فولت وطبعا المعديتين كما قلنا هتخدم القطاع السياحي وأهالي محافظة الأقصر كما تم تزويد المعديتين بأنظمة حماية وأمان من طفيات الحريق وأجهزة الأنظار ده بخلاف 300 طوق نجاة لتوفير وسائل الحماية والأمان للسياح والمواطنين اللي هيستفيدوا من المعديتين المعديتين النهارتين أنشأتهم شركة الترسانة النيلية تابعة لأحدى شركات هيئة قناة السويس وتم إنشأهم بأيدي مصرية خلصة الجميل في الأمر أن المعديتين تم إنشأهم هنا في محافظة الأقصر تحديدا في مركز أرمنت بأيدي العمال المصريين من أهالي محافظة الأقصر اللي بيعملوا في شركة الترسانة النيلية التابعة لهيئة قناة السويس وطبعا ده آخر إنجازات شركة الترسانة النيلية التابعة لهيئة قناة السويس هناك عدد كبير من الإنجازات اللي نفذتها شركة القناة للترسانة النيلية تمثلت في سيانة وإصلاح أكثر من ألف مركب سياحي كبير وفندق عائم هنا في محافظة الأقصر منذ عام 2003 وحتى الآن ومازال الشركة بتعمل على المزيد من الإنجازات خلال الفترات الماضية كانت هذه إطلالة سريعة من محافظة الأقصر عن تدشين معداتي الأقصر واحد والأقصر اثنين اللي داشنهم الرئيس عبدالفتاح سيسي خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في هيئة قناة سويس بشكروا حضراتكم على طيب المتابعة والآن عود دا إلى الستوديو